السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشوف ازاي نعمل موف وروتيت وسكيل للعنصر وعليكم مثلا الباب دوت طيب انا لو عملت select على الباب دوت دوست رأيب click هتلاقي ان هو بيعمل select على last object وليه ان اعمل first object وليه ان اعمل geometry وليه ان اعمل layer وهكذا طيب الفرد طيب لولت له file ودوست هعمل الفرد كله طيب لولت له انا عايزة على layer اعمل select اعمل على layer يعني اعمل على الباب كله وولت له هنا لا انا عايزة على first خلي بالك الباب ده هنا هاختار اللي هو single glass تمام single glass هو طيب ممكن single glass ده يكون تحتوي على نصر كترة جدا لو انا اعمل لي بقى على last object وعملت select هعمل لي select على single glass لا على type طيب لو انا اعمل لا انا عايزة على geometry وعمل select على جوز دوت هاتف هاتف فده الفرق بين لان مهم جدا لان اعمل move او rotate او scale ان انا اكون نعمل select صح طيب لو انا عملت select على الباب دوت وجيت هنا في ال item والطول انا عايزة اعمل move اقدر احركه السهم ده بيحرك في ال x وال y وال z اوهه تقدر التحرك في اي واحد ولو عملت select على الباب ديت هتحرك في ال x وال y مرة واحدة هنا في ال x وال z مرة واحدة اه كذا ولو عملت هنا عند الدورية دي تقدر التحرك كل الحاجات الروتيت بيجبال بشكل دو تقدر تعمل الروتيت هكذا وهكذا زي ما انت عايز الاسكيل تقدر تعمل اسكيل فيهم كلهم او تعمل سيلكت هنا تدوريه في النص عشان تعمل سيلكت على كله زي بعض ممكن تقول له ريسيت يروح مرجحهم لك زي ما كان او تجي هنا وتقدر تشوف انت عايز تعمل اسكيل مثلا بالنسبة تدقيق اثنين انا بتكتب بالالقوم فبيبقى اسهلك ان انت تحكم فيه مقطف